اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة القضايا المتعلقة بالتعليم الابتدائي معالجة القضايا او المشاكل او المسائل المتعلقة بالتعليم الابتدائي اذا تم اصدار قرار لانشاء مجلس للسيدات يعالج القضايا المتعلقة بالتعليم الابتدائي جولي فيكتوار دوبيي طلب منها طلب من جولي فيكتوار دوبيي ان تعمل فيه اي تعمل في المجلس وتكون احد اعضاء السيدات المكونات للمجلس اذا تم اصدار قرار من عمدة باريس انشاء مجلس للسيدات جولي فيكتوار دوبيي كانت احد الاشخاص الذين طلب منهم للعمل في هذا المجلس الكنتني اترافية فور بريباريس الليسانس الكنتني تابعت واستمرت اترافية بالعمل فور بريباريس الليسانس لتحضر شهادتها تابعت بالعمل من اجل تحضير الشهادة لسانس بمعنى الشهادة او الاجازة اس لتر في الاداب اذا اي لتر في الاداب في الرغم من انها لا تستطيع هذا فعل استطاع في صيغة الشكل سنأخذها لاحقا في الرغم من انها لا تستطيع السيستي الحضور هذا فعل من الافعال المهمة السيستي الحضور او كور على سوربون في الدروس في جامعة السوربون اذا هنا لدينا معلومة مهمة تابعت واستمرت بالعمل لتحضر شهادتها في الاداب بالرغم من انها لا تستطيع الحضور في دروس جامعة السوربون ومحاضرات جامعة السوربون طبعا سوربون هي مدينة فرنسية في فرنسا وفيها جامعة اسمها جامعة السوربون اذا تابعت بالعمل وبالدراسة بتحضر شهادتها في مجال الاداب رغم انها لا تستطيع حضور الدروس في جامعة السوربون سنرى في الجملة التي بين قوسين لماذا هي لا تستطيع الحضور في الدروس طبعا لماذا لماذا لا تستطيع حضور الدروس جامعة السوربون الجواب هنا بين قوسين الامتحان اي اكسيسيبل يكون متاحا الامتحان يكون متاحا اوفام للنساء بإمكان النساء ان يقدمنا الامتحان فقط وضعت هنا باللون الخمري المفردتين لكزاماء الامتحان تتعلق به مفردة اكسيسيبل بمعنى متاح الامتحان متاح للنساء مي لكن لكور باللون الاحمر الدروس او المحاضرات دورسون انكور انتردي ما زالت ممنوعة عليهم إذن الدروس ما زالت ممنوعة عليهم لا يمكن للنساء ان يحضرن في المحاضرات فقط يقدمنا الامتحان لكور الدروس باللون الاحمر المفردة التي تتعلق بها هي كلمة انتردي بمعنى ممنوعة إذن لدي معلومتين في الجملة التي بين قوسين لكزاماء اكسيسيبل الامتحان متاح لكور انتردي الدروس ممنوعة لدينا عكس مهم جدا وضعته على جانب الشاشة انتردي بمعنى ممنوعة عكسها بيرمي بمعنى مسموحة أي تأتي من فعل بيرميتر بمعنى سمحة إذن انتردي ممنوع عكسها بيرمي مسموح بمكاننا أن نعتبر أن بيرمي مسموحة مرادفة لكلمة اكسيسيبل متاحة إذن كلمة بيرمي وكلمة اكسيسيبل تتعلقان بكلمة لكزاماء الامتحان فالامتحان متاح ومسموح للنساء بينما كلمة أن ترديب اللون الأحمر تخص كلمة لكور الدروس لأن الدروس ممنوع أن يحضرنها النساء هذه هي المعلومة المهمة بين قوسين الامتحان متاح للنساء لكن الدروس ممنوع أن يحضرنها الريوسي سونيكزاما نجحت في امتحانها لوفان ويت أكتوبر في الثامن والعشرين من أكتوبر 2021 في عام 1878 إذن نجحت في الامتحان وحصلت على الشهادة نجحت في الامتحان في 28 تشرين الأول عام 1878 إيه دو فين وأصبحت لابروميير لسانسيه المجازة الأولى لابروميير بروميير الأولى لسانسيه المجازة ماذا نقصد بكلمة مجاز هو الشخص الذي يحمل الإجازة والإجازة هي الشهادة نفسها نقول مجاز أي معه شهادة قواعديا نشرح هذه الجملة لا بروميير لا أداة تعريف للمفرد المؤنث روميير هذه الصفة مفرد المؤنث أيضا هذه الصفة مفرد المؤنث لأنه أضيف لها حرف الأو والأكسانت غراف على حرف الأو التي قبل الر إذن الصفة مؤنثة والأداة أداة تعريف للمؤنث لكن إذا أتينا إلى كلمة ليسانسيه المجاز الترجمة الدقيقة لكلمة ليسانسيه هنا كما تظهر أمامنا هي بمعنى مجاز أي هي مذكرة المؤنث منها يجب أن ينتهي بحرف الأو مجازة لماذا هناك خطأ قواعدي ولم يتم إضافة حرف الأو حقيقة الأمر مقصود نأتي إلى الكلمة أو المعلومة التي بين قوسين صان أ بدون حرف الأو إذن قصدا لم يضف حرف الأو وهو كعلام التأنيث لكلمة مجاز لتصبح مجازة A letter في الآداب لماذا لم يضف حرف الأو إلى الشهادة لتصبح أنها مؤنثة ونترجمها كلمة مجازة المعلومة التي تتعلق بعدم إضافة حرف الأو في السطر الأخير هنا عنوان الشهادة كشهادة البكالورية عنوان الشهادة الجامعية الإجازة كشهادة البكالورية لا توجد إلا للمذكر أو للذكور طبعا نحن أخذنا أسلوب النفي في الوحدة الثانية أدوات النفي كانت نو وفا النفي العام نو وجمي نو وبلو نو وبرسون نو وريان وني ني لنفي العطب أما هذه الحالة لم تمر معنا إلى الآن هنا لدينا أداتين وهي نو وك نو وك هي أدوات حصر إذن هذا ما نسميه أسلوب الحصر النفي مع الحصر لا توجد ولكن علينا الحصر إلا للمذكر أي توجد للمذكر فقط إذن شهادة الجامعة بالإضافة إلى شهادة البكالورية لا توجد إلا للمذكر أي لا توجد للمؤنن طبعا أسلوب الحصر هو بنو وك إذا تم استبدال كلمة ك هنا بكلمة فا بآ إس تصبح الجملة منفية نفيا قطعيا الشهادة لا توجد للمذكر وهذه معلومة خاطئة ربما نحذف أدوات النفي فقط أو أسلوب الحصر هنا يوجد للمذكر exist or masculine المعلومة صحيحة نعم يوجد للمذكر ربما نحذف أدوات الحصر وأدوات النفي ونقول exist or masculine إذا ذكرنا كلمة فيمنة بمعنى مؤنث إلى جانب كلمة masculine مذكر فالمعلومة خاطئة إذن الشهادة تخص الذكور ولا يوجد للمؤنث منها طبعا كما تعلمون أن الفورم الشكل للشهادة موحد إلى كافة أفرع الجامعة وهو ما يكون مطبوع مسبقا ولا يتغير بشكل دائم الفورم والنوع أو شكل الشهادة ثابت كان السابقا لا يدرس البكالوريا وأيضا الجامعة الإجازة إلا الذكور فوضعوا بالفورم لسانسيي المجاز بدون حرف الأ فأتت جيلو فيكتور دوبيا وهي أول إمرأة فرنسية حصلت على شهادة في البكالوريا وأيضا شهادة في الآداب وخرقت العادة كما نقول كيف سيفعلون من أجل منحها الإجازة وهي أنثى وليست بذكر طبعا لم يغير الفورم من أجلها وإنما أعطوها شهادة وكأنها ذكر بدون إضافة حرف الأ وأصبحت المجاز جيلو فيكتور دوبيا هذا هو سبب عدم إضافة حرف الأ لأن الشهادة لا توجد في الأصل إلا للمذكر العلومة التالية دو سون فيفان خلال حياتها سون ترافاي دو جورناليست عملها كصحفية الوي بي فو منحها إي روكنيسانس شهرة هذه كلمة مهمة روكنيسانس منحها شهرة تن توت لوروب في كل أوروبا إي أوزيتازوني وفي الولايات المتحدة إذن عملها كصحفية منحها شهرة في كل أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجملة دلالة على أن شهرة جيلو فيكتور دوبيا تجاوزت حدود فرنسا إذن شهرة فيكتور دوبيا تجاوزت حدود فرنسا المعلومة نعم صحيحة هنا ذكرت كلمة أوروبا والولايات المتحدة إذن شهرة جيلو فيكتور دوبيا وصلت إلى كل أوروبا وإلى الولايات المتحدة نضالها من أجل تعليم النساء نطالها من أجل تعليم النساء الوركس الانسينيما سيبريور ووصولهن للتعليم العالي التعليم التعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي انسينيما سيبريور ما نسميه بالتعليم العالي أي الجامعة والدراسات العليا بالإطافة نطالها هذا من أجل تعليم النساء ووصولهن للتعليم العالي أَا أَنْسْبِيري أَلْهَمَةٍ وَأَوْحَى لَا فَمِنِيسْتِ أَنْجْلِيزِ لِلسَّيِّدَةَ الْإِنْجْلَيزِيَةٍ فَمِنِيسْتِ بِمَعْنَى نَصِيرَ لِلْمَرْأَةَ أي تُطالب بحقوق المرأة وبتحرير المرأة فمِنِيسْتِ أَنْجْلِيزِ لِنَصِيرِةِ الْمَرْأَةَ الْإِنْجْلِيزِيَّةِ إنجليزية الجنسية جوزيفين بيتلير جوزيفين بيتلير هو اسم السيدة الإنجليزية التي تأثرت بجولي فيكتواردو بي ماذا فعلت هذه السيدة؟ كيات رادوي التي ترجمت للغة الإنجليزية هنا وردت كلمة لانج وهي بمعنى لغة ترجمت للغة الإنجليزية جزءا من أعمالها أي من أعمال جولي فيكتواردو بي إذن أول سيدة تأثرت في جولي فيكتواردو بي هي سيدة إنجليزية نصيرة للمرأة اسمها جوزيفين بيتلير وضعتها باللون الأحمر وهي مكتوبة بأحرف كبيرة حرف الجي وحرف الب أحرف كبيرة جوزيفين بيتلير المعلومة التالية سنذكر هنا امرأة أخرى أيضا تأثرت في جولي فيكتواردو بي لابرومير فام دويان والمرأة العميدة الأولى فام المرأة دويان العميدة والمرأة العميدة الأولى أو السيدة العميدة الأولى العميدة هي الشخص الأول المسؤول ضمن الكلية ليس لا يتعلق الأمر بالجيش والأمور العسكرية إنما بالأمور الدراسية نقول لودويان هو عميد الكلية أي مدير الكلية دولانوثر وسترين انيفرسيتي في جامعة النوثر وسترين انيفرسيتي بمعنى جامعة هذه الكلمة انجليزية نوثر وسترين هو اسم الجامعة العميدة الأولى لجامعة النوثر وسترين اسمها فرانسيس ويلار فرانسيس أو فرانسيس ويلار وقعتها هنا باللون الأحمر فرانسيس ويلار وجيسيفين بيتشلر هما أسماء السيدات اللواتي تأثرنا بجلي فيكتوار دوبيي إذن جيزيفين بيتلر وفرانسيز ويلار هما السيدتان اللتان تأثرتا بجلي فيكتوار دوبيي فرانسيز ويلار كي لا رانكونتري التي التقتها أو صادفتها لورد سون بوياج ديتود أباري خلال سفرها للدراسة في باريس التقتها خلال سفرها للدراسة في باريس إذن هنا في هذا المقطع ربما يأتينا سؤال من هما السيدتان اللتان تأثرتا بجلي فيكتوار دوبيي هما جيزيفين بيتلر وفرانسيز ويلار المعلومة التالية فيكتوار دوبيي إتين موراليست فيكتوار دوبيي هي كاتبة أخلاقية موراليست بمعنى كاتبة أخلاقية أي تعنى بالأخلاق وبتنظيم وأخلاق المجتمع إين إيكونوميست فيمينيست واقتصادية فيمينيست نصيرة للمرأة إذن تهتم بالأخلاق وبالاقتصاد وهي من من ينصر المرأة نصيرة المرأة طالب حقوق المرأة وبتعليم وتحرير المرأة إليس لسوفنير دوساتين ستين إليس بمعنى تركت لسوفنير ذكرة لساتين ستين تركت ذكرة عنادها أو إصرارها طالب لت في النضال كور لركنيسانس من أجل ركنيسانس معرفة أي الحصول دونونبرودروا على عدة حقوق أوفام للنساء تركت ذكرة إصرارها من أجل الحصول على عدة حقوق للنساء إذن الكثير من الناس يتذكرها كونها طالبت كثيرا بحقوق المرأة لعدة سنوات خلال حياتها كلها المقطع الأخير في النص هنا سنعدد بعض الأشياء التي طالبت بها أو بعض الحقوق التي طالبت بها جيلي فيكواردو بي أوتر بالإضافة سون كومبا لنضالها من أجل وصولهن للتعليم بالإضافة إلى نضالها من أجل وصولهن للتعليم هذا هو الحق الأول الوصول للتعليم وتأهيل مهني فعال هذا هو الحق الثاني التي طالبت به تأهيل مهني فعال إي ألور ريمينراسيون وراتبهن راتب الإعطاء الراتب للنساء الميليد بورلوفوت ديفام هي تناضل من أجل انتخاب النساء وتصويتهن في الاقتراعات إذن الميليد تناضل بورلوفوت ديفام هو بمعنى الانتخاب والاقتراع ديفام النساء كي الذي هذا الضمير يعود على كلمة الانتخاب تبرئل حسبها أي حسب رأيها سيعطي أخلاقا للحياة السياسية سيعطي قيمة للحياة السياسية ركزوا على كلمة بمعنى السياسة إذن تناضل من أجل التعليم وتأهيل مهني فعال والراتب وأيضا من أجل الانتخاب أريد أن النساء يدين بأصواتهن في الانتخابات والاقتراعات وأيضا أن يترشحن للمناصب الإدارية العلية إلا بارتاجي سافي قسمت وشاركت حياتها بين النضال نضالها من أجل تحرير المرأة بمعنى تحرير المرأة في المجتمع الراهن أو المجتمع المعاصر إذن قسمت حياتها من أجل تحرير المرأة وأيضا في المجتمع المعاصر فعال 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 رأة هي لم ترى نتيجة كل نضالاتها عندما ماتت لم ترى نتيجة كل نضالاتها لكن لديها من الآن فصاعدا شعور الرضا لنسأل ركنيسانس لبعض الشهرة أو بعض العرفان بالجميع صحيح أنها لم ترى نتيجة كل نضالاتها لكنها حصلت على جزء منها وهي تشعر بالرضا والسعادة لحصولها على شهرة في كل أوروبا وفي الولايات المتحدة بأنها نصيرة المرأة التي تطالب بحقوق المرأة الروسواء الاكسبوزيسون انيفرسل استلمت في المعرض الدولي دو ميل ويسانس واسانت ست في عام الف وثمانمائة وسبعة وستين ميدالية أي قلادة التي تكافئ مجمل عملها وشهرتها ككاتبة كلمة اوتور بمعنى كاتبة إذن في المعرض الدولي في عام الف وثمانمائة وسبعة وستين تم منحها ميدالية تكافئها على كل أعمالها التي قامت بها وخاصة مطالبتها بحقوق المرأة وأنها أول امرأة حصلت على شهادة البكالوريا وشهادة الأدب هذا هو النص في رايد الانترنت مسحوب من الانترنت ترجمة نانسي قنقر